من جديد يبدو أن إسرائيل تتأهب لتنفيذ عملية عسكرية قوية في الأراضي اللبنانية رغم بعض التطمينات التي تأتي من هنا وهناك عن قرار إيراني أمريكي يمنع هذه الحرب ولكن البعض يقول إن الأمر بات أقرب من أي وقت مضى وهذه ليست تكهنات أو أخبار متداولة فإنما كان تصريحا رسميا على لسان ربيع الهبر ناشر موقع ليبانون فايلز اللبناني الإخباري والذي أكد أن الضربة الإسرائيلية على لبنان ستكون خلال أيام الهبر كشف أن الاجتماع المزمع عن عقاده في باريس بشأن دعم الجيش اللبناني سيتم تأجيله مشددا على أن نواب لبنانيين علموا بالأمر من بيروت ربيع الهبر ناشر موقع ليبانون فايلز الإخباري مساء الخير وأهلا بك أهلا للصديق أستاذ توني خليفة ولا اشتقنا لك ونحن بالأكثر نحن نتابعك على قناة المشهد المزدهرة بسرعة مثل الصاروخ طالعة بسرعة الله يأويك يعطيك ألف عفل الحمد لله الله يخليك ربيع هذا الخبر اللي نقل عنك أثار بلبلي كتير كبيري وخصوصا أنه حضرتك عادة أخبارك بتكون ذات مصدقية يعني الخبر بيبقى جاي من مصدر موثوق عندما تؤكد أن هناك حربا إسرائيلية خلال الأيام القليلة المقبلة على لبنان من وين معلوماتك وليش متأكد هالأد أنه رح تصير هذه الحرب رغم أنه أكثر من طرف هلأ من شويك معي دكتور وليد فارس اللي أكد لي أنه هناك اتفاق أمريكي إيراني ألا يكون هناك أي حرب شاملة على لبنان من قبل إسرائيل وستبقى الأمور على ما هي ضربني لأضربك من وين معلوماتك ربيح؟ يعني إن شاء الله يكون دكتور وليد فارس على حقه أنا الخاطئ يعني بتمنى هيدا الشيء ولكن أنا يعني اتكلت على مصدرين المصدر الأول هو المصدر التحليل لواقع الأمور في أربعة أو خمس مؤشرات توحي بأنه إسرائيل ستقوم بحرب تشون حرب على لبنان السبب الأول هو أنه إسرائيل قامت بحسب مبدأ ربي اشهد أني بلغت وهي التي تكره مجلس الأمن قامت بتقديم شكوى ضد لبنان إلى مجلس الأمن لترفع المسئولية وتقول أنا بلغت ربي اشهد أني بلغت تاني شيء الحملة الإعلامية التي تقوم بها إسرائيل بوسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين فيها وتقول دائما أننا سنضرب حزب الله هنا وحل ونحن ما رح ننطر المفاوضات والوساطات ثالث شيء حركة المبعوثين يلي عم بتحرك الحكومة الإسرائيلية تجاه لبنان أكان مبعوثين أمريكيين أو مبعوثين فرنسيين أو غربيين لحس الحكومة اللبنانية للضغط على حزب الله لوقف عملياته لأنها ستقوم بدربة رابع شيء المعيار والكيل الكبير من العمليات العسكرية وبعد العمليات العسكرية وتطورها من قبل الجانب الإسرائيلي على مناطق بعيدة في الداخل اللبناني وكانهم غير قابهين بكيف سيكون الرد خامس شيء الحركة العسكرية الواسعة اللي عم بتقوم فيها إسرائيل ونقل العسكريين وعملية تفريغ الشمال الإسرائيلي مما تبقى من الناس هذا الشق الأول أما الشق الثاني فهو ما رشح من معلومات من خلال الديبلوماسية اللبنانية مش بس الديبلوماسية اللبنانية ما بدي أقول أنا الديبلوماسية اللبنانية الديبلوماسية اللبنانية أعني المسؤولين اللبنانيين أكانوا مسؤولين سياسيين أو تشريعيين نيابيين أو غير شيء عن أنه الجانب الإسرائيلي سيقوم بعمله وقبله عدد من النواب زاروا مؤخراً وليات المتحدة الأمريكية حودي إفرادياً وبعضهم نواب لبنانيين اللي تم إبلاغهم؟ نعم قبروهم على جنب هل عندك بعض الأسماء من هؤلاء النواب؟ هل عندك بعض الأسماء؟ ما فينا أعطي أسماء ولكن في منهم كما كانوا بالعاصمة البريطانية وقالوا لون أنه العملية الإسرائيلية ستقع لا محاله كما ينبضي هؤلاء النواب إذا ما بدنا نحكي بأسماءه عفواً هون نواب إذا ما بدنا نحكي بأسماءهم هني بيتبعوا لمن؟ لأي جهة بلبنان؟ هل بيتبعوا لمحور الممنعة ولا بيتبعوا لمين؟ لا لا مش لمحور الممنعة أكيد مش لمحور الممنعة للأطراف الأخرى وبالتالي هؤلاء سمعوا كلام قطير أنه من الممكن أن يكون هناك عمل عسكري وسيكون هناك مش من الممكن سيكون هناك عمل عسكري وحتى أنه جرى تأجيل المؤتمر الداعم للجيش اللبناني بسبب قرب البدء بعملية عسكرية ضد الأراضي اللبنانية قال لا شو شكل العملية العسكرية محنم بيعرف برح يجي العدو الإسرائيلي يخبرنا كيف بدأتكون عملية العسكرية ولكن أليس من واجب هؤلاء النواب اللي كانوا وتبلغوا أو وصل لهم هذا الكلام أنه يطلعوا ويخبروا الشعب اللبناني أنه نحن تم إبلاغنا أنه بدي يصير في عملية عسكرية على لبنان لأخذ الحيطة والحذر وتفادي وقوع هذه العملية يعني هلأ بالكلام اللي عم بتقوله عم بتحمل هؤلاء النواب كمان مسؤولية كتير كبيرة أنه إذا هن خبرون لا ما عم حملون مسؤولية لا راح قل لك ليش ما عم حملون مسؤولية لأنه هن أول جيتين ما أفصحوا عن أساميهم وما خبروا يعني الناس أنه هيك راح بيصير وحتى لم يطم إبلاغهم بصورة رسمية يعني جرى يعني كان فيه خلال أحاديث مع رسميين في الغرب جرى إطلاعهم على أنه قلولهم أنه قد يكون هناك عملية قريبة جدا وشوف الوضع الميداني يعني نحن وقتك تنقصف الغازية يلي هي تبعه 38 كيلوماتر أو على بعد 180 كيلوماتر أو 120 كيلوماتر عن الحدود عندما تقصف بعلباك واليوم كان نسمع أنه نضربت الهرمل يلي هي بأقصى شمال نحن يعني بدأنا بتغيير بشكل الرد الإسرائيلي أو بشكل بالاعتداء الإسرائيلي شكل الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ونحن كل يوم عنا تطور أما من جانب حزب الله الذي أسقط طائرة للعدو وهو إنجاز يعني يسجل أنه تم إسقاط طائرة وأما من خلال العدوان الإسرائيلي يلي يستهدف بدأ باستهدف مناطق بعيدة كثير عن الخط الجب نعم طيب اليوم كمان بذات الوقت يعني بالتزامن نحن نحن نحك فيها عن إمكانية شن إسرائيل لعمل عدواني على لبنان كمان بلش ينحكى أو ينشر فيديوهات لبعض المراكز لحزب الله كما قيل إنه موزعة بين جبال وكسروان هلأ البعض اعتبر أن هذه الفيديوهات لإسارة الفتن الطائفية وخصوصا تحريضية على المناطق المسيحية ضد حزب الله البعض الآخر قال لا حقيقة لهذا الموضوع من أساسه فيما ناس عم بتأكد أنه لا بلا في بعض المواقع العسكرية منشورة في تلك المناطق أنت اليوم بحكم موقعك وشغلك ومعرفتك ووجودك على الأرض في عدد من تلك المناطق شو هي معلوماتك حول وجود حزب الله عسكريا بترسانات عسكرية بمناطق جبال وكسروان نحن منا جهة عسكرية لحتى نعرف إذا موجود أو مش موجود ولا نسمح لنفسنا أنه نقول أنه نحن مطلعين على ترسانة حزب الله حزب الله يعمل بالخفى وبطريقة تطرق عمل المقاومة يعني نحن ما نشوف أنا قدي يصر لي بلبنان ولا نهار غدرته ولا مرة وقفني حاجز نقطة تفتيش تابع لحزب الله أو شفت أحد المقاومين من حزب الله يرتدي بزا عسكرية ولا شفت عنصر من حزب الله إلا بالعروضات العسكرية هلأ أنه القول أنه حزب الله لديه تونيلات وأنفاق بمنطقة جبال كسروان أكيد أنه حزب الله ما عنده لأنه أثبت هذه الأنفاق اللي وزعه وزعه الإسرائيليين إنه تابع لمؤسسة الدولة ما تابع لمصلحة مياه لبنان جبل لبنان وهذا الأنفاق إنه قالوا الإسرائيلي قد يستعملها ما لا تستعمل لأنه مش مجهزة للإستعمال ما لا هيك عمليات هلأ بدأت قللي أنه ما في حزب الله بلاسا أكيد في حزب الله بلاسا مطرح ما في وجود لشعب وجمهور حزب الله يمكن يكون في مراكز يمكن ما يكون فيه ولكن نحن لسنا الجهة المخولة لتأكيد هنا في هكذا موضوع هناك أجهزة أمنية وأجهزة رسمية خليها تعمل شغلنا ونحن نتحفظ حتى عن الإجابة عن هكذا موضوع طيب فإذا ربيع عطيتنا تصور بالأول تحليلي إنه ليش توقعت إنه ممكن يتصير فيه عملية قريبة إسرائيلية على لبنان من الباب التحليلي من الباب التاني عطيتنا معلومات تم نقلة بشكل مباشر أو غير مباشر لبعض الشخصيات السياسية والنيابية اللبنانية لسيما من كان موجود منهم في لندن في بريطانيا وفي باريس تم إبلاغهم مثل ما قالت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن قرب غير مباشرة غير مباشرة عن قرب وقوع عملية عسكرية إسرائيلية على لبنان من دون تحديد هوية أو كيفية هذه العملية برجع بذكر بلقائي مع دكتور وليد فيريس ببداية الحلقة لما سألنا عن سؤال أنه هل تتوقع حربا إسرائيلية على لبنان قال أنه معلوماته بتقول أنه هناك نوع من استاتيكو الأمريكي الإيراني في المنطقة لسيما بما يتعلق بجبهة لبنان وهناك طلب ورغبة شاملة وكبيرة ألا تتوسع الجبهات العسكرية والأعمال الأمنية وتبقى على ما هي إلا إذا وكلمة إلا إذا هي مثل ما بنعرف أنه مطاطة جدا واسع نعم واسع الكلمة واسع نعم قالت مطاطة جدا وتأخذنا يعني إن شاء الله لا إلى ما لا تحمد عقبه شكرا لألك استاذ ربيع على وقتك شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا شكرا لك كل ما ذكرناه دائما هو على مسؤوليته على لسان ضيوفنا ولا نتبنى أي من تلك المعلومات أو أي من تلك التحليلات التي تقال ولكن نحن ننقل الخبر ونحلل في الخبر للوصول إلى حقيقة مرجوة دائما نتمنى أن تكون إيجابية وليست سلبية نتمنى أن نذهب إلى هدنة ووقف لإطلاق النار قريب جدا في غزة ونتمنى أيضا أن تبقى الأمور محدودة في لبنان وأن تنتهي بأسرع وقت ممكن وأن ندخل إلى شهر رمضان المبارك وتكون الأمور في استدباب تام شكرا للجميع حول السبب ونحن نهاية